السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلو شباب شلونكم شخباركم طبعا اليوم حلقتنا ستكون ان شاء الله جدا مميزة حلقتنا اليوم يا شباب هي تكملة سلة مانيكرافت كما تشوفون قدامنا المستشفى في الحلقة السابقة بينين القصر الملكي ودريم مول اليوم كما تشوفون قدامكم مستشفى جدا جدا كبيرة هذا طبعا شارع اذا تجمن السيارات وهذه سيارات العمام والسوالف احنا سويناها طبعا هذان الفيكات احنا هنالرقوم والسيارة مدرا ايش سويناها الفيكة حلوية انا والجماعة وياها سوينا مثل القروق وسوينا بنيني المدينة وشوشي قاعد نطور بها فبنيني هاي المستشفى الكبيرة طبعا ما شاء الله مستشفى جدا جدا كبيرة هذه احد المداخل كذلك المستشفى هذا احد المداخل المستشفى تدخل المستشفى طبعا ما فيها اضوية قليلة فيها اضوية طبعا جينة بسيطة سوف تكون دخولية بعد نحن لم نستشفى الكامل لكن ان شاء الله سوف تكون هنا سوف تكون يا جماعة الخير حمامات عزكم الله حمامات هنا سوف تكون احد المداخل المستشفى هل يقعدون ينتظرون افادة وما شابه من طريقة الغرف و غارة من هذه السوالف طبعا أسعدكم بشكل كامل هذا هو نصعد فوق بعدة طوابق من ذلك القصر الملكي قدامنا بالطوابق هنا تجد المستشفى هنا يتعالج و يتعالج و يتعالج و يتعالج المستشفى جميل المستشفى جميل هذا هو الطابق يدخلك و لا يخالف أعجبكم لا يخالفوا لا يتعالج سوف يكون هناك شباب أسرة و سريرين و ثلاثة و أربعة و غيرها و دكاترة و أطباء و غيرها سوف يكون هناك حياة واقعية أول مرة في التاريخ ستصبح مانيكرافت الحياة الواقعية أنا سابعين في جراند الحياة الواقعية و ردد الحياة الواقعية لكن ليس متوصل للعمل من مانيكرافت لكن الصراحة من المستشفى حلو و جميل الصراحة المستشفى جدا تعبنا على كل شيء و كبير الصراحة هذه المروحيات كما تشوفون سبالت سبلت أو المكيف المهم هذا طبعا هذي هذي كان ماذا نسويناه هذي حقا مثل الأقمار الصناعية و تسويناه يعني إذا صارت يعني مو حالة ندار أو ما شابه ترصد الهواء أوكسجين يعني أول مرة سعمية يعني شايفها مثلا شبكة أو غيرها لكنها ترصد هواء تجمع وترصد الهواء أوكسجين طبيعي فلذلك الأجهزة نجيب مرات أوكسجين طبيعي و مرات أوكسجين صناعي و من الأجهزة المعروفة المهم ما أطول عليكم راح نشوف السلحين أنا و إياكم شيء أتمنى إجابكم اللي واذا شبته هذا البيوت طبيعي زيارة أصدق الله لا بيتين مثل المطقتين صراحة حلوات جميل هذا ما رأيته طبعا في الحلقة السابقة نرى خاصة الملاحظين أنه قصر الملك يحدث هنا مستشفي هنا بيوت هنا هنا شغلة العمارات هنا المستشفي هنا سأسرق هنا سوف يكون مثل مركز الشرطة أو غيره أو ما شابه نجي نزل جواه شوف هذا النين مو بياتيان لا تقبل أن يكون فيوت أو غيره شوفوا هذي مثل فرع نسميه بالعراقي فرع هنا هذا الفرع عادي تبني هذا عنكم لأنه يوم بيوت هذه المطقة شوفوا على يمينكم بيت وعلى يساركم بيت شوفوا هذي بيوت وهذه الأحمر المدرسيات أو غيره مثل العابل سواء هذي هي تسريعات الشرطة و راح تكمل و راح تطلع هذي المساحة الشبيرة و راح تستمر الطب النان حمينا كذلك الفرع أو يمين أو يسار أو غيره ما شابه يعني راح يصبح تكملة بيوت عدة إن شاء الله هذا بيوت بدائية إن شاء الله مثل الأفروع و هاي حلقتنا بسيطة يمون في ذيك الحلقة هذه الحلقة التعريفية على المدينة و نردوكم أشياء جدا كبيرة بالمدينة لكن هاي بيت نحتاج الطبوكم بالبيوت يالله الطبوكم بالبيوت ليون كامل بس أدعرف الباب هذا الباب من هنا بيوت عصرية جميلة جميلة جدا جدا جميلة سد الباب و نسد ايوه هذا أنا سويها صراحة جدا جميلة طابق ثاني هاي بيهضوة و هاي مثل السجاد نسميها بالعراقي هذا الهول أو الاستقبال هذا الاستقبال كيلة ما شاء الله استقبال عصر جميل هاي التلفاز و هاي نقعد و نباوع نتفليكس لو غيرها من هاي السوال نسمشي هاي نانا اعتقد اظن ايش هاي 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 اقفوك و ها ادخل 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 ايوه هاي هاي هذا يا شباب ماذا تدعو، هذا حمام هذا حمام او لا شابه، ينزل من ماء و نفوقها طابق وغيرها انه، اين مرحبا شباب كثير مرحبا يا ولد هذه القطة قد نقوم بإطلاق المهم ماء هذا الماء يقتلكم هنا لحسنا البيت يغرق المهم 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 نكمل لكم هنا طوال العمور مكان عادي استراحة عادية هذا كذلك احد الاستقبالات يعتبر مستقبال استمو سمو هذا اني مات هذه غرفة غرفة صغيرة غرفة صغيرة اطفال صغيرة تفيد من الغرف هذه المقسلة ماذا ماذا المقسلة جدا جميلة جدا جميلة هذه هي المقسلة نسعد للطابق الثاني ماذا حصلت لك سوف تفجرنا لا تفجر دقب لا يتفجر لا تفجر لا يجو من هنا نصعد دقب دقب たظم دقب المساحة والأشياء اللي بيننا كل الصحابة شوف هاي حيضة هاي تجيبنات صعدة فوق هاذي طابق رح يكون كل غرف هاذي على اساس قسم غرف شوف هاذي شوف هاذي ها شوفوا المنظر مننا شباب شوفوا المنظر الخرافي منظر ولا في الاحلام قدامك دريم مول بالليل الليل مرة حلوس نانا يقبلها يعني بيننا دريم مول قدامك على يمينك وعلي سارك القصر الملك هاذي غرفة كذلك غرفة اي هاذ غرفة هاذا طبعا كما شوفون لابتوب حاسبة يستغل هاذا الماوس والله شباب والله حلوة شجلة صارت المهم هاي مكتبة طبعا هاي هنا الكتوب او مرات مغزنة بس مو مغزن مكتبة عن الكتوب والاشياء اهنا نصير نجي اطلع هاسه هنا مثل عدل الحديث ما لقينا شيء هاذي كذلك المنظر الجميل من نانة معجل من كل الأشياء مناظر جميلة من كل الأشياء مناظر جميلة هاذا يا شباب هاد فوق هاذا انا اعلى افضل مكان هذا المكان أفضل مكان تقريبا على حبيته هذا كل غرف شوف الغرفة مساحته هذا الطابق في كمية غرف صراحة جيدة ثلاث غرف او اثنين المهم هذه غرفة شوف هذه غرفة النوم السرير وهذا المغزن فهرخ هذا مثل المحفظة مغزن ونكون الـ نزعج السباب عند werde لابتوب أو ثبات دفتر again نستكشف هذا افضل ااختشف ايه افضل عادية البسيطة وصر المال نوم وبس هذا البيت الجميل هلو حبيب شونك شو صحتك هلو حبيب هلو طب نعم تسوي لغرفاني اتمنى اعجبكم الحلقة وتنال على عجابكم يا شباب هاي انت اروح الغرفتك خير خير يا ابو خير يا اتمنى لانتبار بهذا الشيء سيجعل بذيب في طب حيوانات والله سوف تلجع نقصر المشور سوف تهرباء ومن ثم نأخذ نضيع نقصر ثم نسوي لغرفاني سوف اطلع Бجاء دعنا نقوم بزيارة جامال جامال عندما دعونا جامال's أين الجامال هنالك باوع منا لا يوجد حفظ أنه غابة علينا هذا أفضل ها هي نجام البيضة ارى قوموا بحث المشاهد هذا نجام البيضة ها هي نجام البيضة ها هي ها هي ها هي ها هي تفوض طبعا الى هنا انتهت حلقتنا يا احبابي يا اصدقائي اتمنى المقطع ينال على اجابكم لا تنسونا بضغطة زر اللايك طبعا هذا طريق يعتبر جميل الصراحة لا تنسونا بضغطة زر اللايك والاشتراك اشوفكم في المقطع الجاي مع السلامة